تحتوي الكائنات الحية على نوع مختلفة من الإنزيمات التي تحفز مجموعة متنوعة من التفاعلات المختلفة العديد من هذه التفاعلات مثل تلك التي تتعلق بالتخليق الحيوي للحمض الأميني يتم تنفيذها في تسلسل معين يسمى بالطرق البيوكيميائية والتي يتم فيها تحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج من خلال الإنزيم الأول الداخل في هذا المسار ويصبح ناتج هذا التفاعل وهو المادة المتفاعلة للتفاعل التالي أي يصبح ناتج التفاعل الأول هو المادة المتفاعلة للإنزيم التالي ويستمر تسلسل التفاعلات حتى يتم الحصول على الناتج النهائي وبذلك تكون وظيفة الطرق البيوكيميائية تحويل المادة المتفاعلة باستمرار إلى ناتج نهائي من خلال سلسلة من الخطوات ترجمة نانسي قنقر